الكل بيسأل عن مصير فريدة في الحلقة رقم 29 من مسلسل حيرة وبعد ما ساوصا تردت فريدة وتخرج للشارع بيبقى معها الهدوم اللي سابتها لها سعيد وبتفتح وبتلاقي رسالة بتقولها ان هي عارفة ان هي بريئة وان هي وقفة جنبها لكن للأسف مفيش فيه يدها اي حاجة تعملها لها كمان كانت سابلها مبلغ من الفلوس وقالت لها تخلي بالها من نفسها كويس جدا فريدة أول ما شافت الفلوس كانت مبسوطة لانها كانت فعلا جعانة وعايزة تاكل أما جمال فكان موجود في الشركة أبو بيتكلم معاه في الشغل وبيقول له على صمر ولما بيسأل عن صمر بيلاقيها مش موجودة في الشركة بيسأل نرجس وساعتها بيعرف ان هي زعلانة وممكن تستقل زي ما قالت له أخر مرة علشان كده تكلمها عدان وقال ان صمر شكلها كده عايز اسيب الشركة لكن عدان كان مصر ان جمال يروح لها بنفسه ويطلب ان هي ترجع لان تصميمها كويسة جدا ومميزة وبنت نشيطة في الشغل ومش هينفع نستغنى عن واحدة زي صمر لذلك قال لي جمال يروح علشان خاطر يتكلم معاها ويرجعها على البيت فريدة كانت جعانة جدا بتروح على مطعم تطلب أكل فضلت تاكل وكان فيه كان صاحب المطعم كان نظراته ليها مش كويسة خالص بعد ما خلصت فريدة الأكل جاء التحاسب بطلع الفلوس مش بتلاقيها وبتفتكر ان هي ممكن تكون واعت منها في نفس المكان اللي كانت قاعدة فيه فاللي تقول ان اكيد كان معاها فلوس والله بس الفلوس اكيد واعت منها في مكان وان هي مش نصبه ولا حاجة بتقول والله كان معايا فلوس معرفش راحت فين بينادل على المدير وبيصر المدير يتدفع الفلوس يتلسجن قالت طب تعال معايا في المكان اللي كنت قاعدة فيه في الأول قالت لأروح انا جيبي الفلوس ممكن تكون واعت قالها لأ طبعا نسيبك عشان تهربي قالت له خلص تعال معايا ندور في المكان اللي كنت قاعدة فيه وبيروح بعد كده جمال يتكلم مع صمر وساعتها بتعمل نية زعلانة ومت دايقة منه زي طبعا ما قالت اخر مرة ان هي مش عايزة تتكلم معا كتير وان هي ماينفعش اللي حصل بينهم ده كان ينفع وكلام من ده وجمال بيقول لها انه هي لازم ترجع الشغل لان عدان سأل عليها وانه جاي يعتذر وانه ما كانش قصده اي حاجة من اللي حصلت دي وبياخدها وبيتكلم معاها وبيقول لها انه هما اصحاب وحيفضلوا اصحاب وبيعتذر على كل حاجة عملها معاها لانه كان شارب وسكران وما كانش يعني مركز ولا واخد باله من اي حاجة فريدة بتاخد الراجل وبيروحها علشان يدورها على الفلوس اللي المفروض تدفعها في المطعم الراجل المكار شاف الفلوس واعه على الارض بدل ما يقولها خدي الفلوس اهي لأ حطها في جيبه وقال ما لقناش حاجة ها هتروح السجن قالت له لأ ما تودنش السجن ارجوك والله انا كان معايا فلوس ما عرفش راحت فين قال لها خلاص احنا عايزين واحدها تخسر الاطباق في المطعم يا ريت تيجي وتشتغل ايه رأيك قالت له ايوة طبعا يا ريت انا اصلا بدور على شغل الراجل ده مش كويس وشكله كده يعني بصاته فريدة ما كانتش تمام عمل موضوع الفلوس عشان قاطر ياخدها تشتغل عنده وبالفعل بتروح فريدة وتبدأ تشتغل في غسيل الاطباق والراجل كانت بصاته وحشة جدا ليها وطبعا هي منهج مكان تروح فيه فبتبات في المطعم بعد الراجل ما بيمشي بتروح وبتفتح الباب وبتبات في المطعم هو مش واخد باله ما يعرفش لحد دلوقتي هي بتبات في المطعم وجمال بيعتزل لسمر وبيرجوها ان هي ترجع تاني للشغل بقامة فريدة بتقفر عنها نفسها الباب بالليل وبتنام بتاخد في حضنها صورة جمال وطبعا جمال كان مع سمر بيعتزل لها وهي بتوافق ان هي ترجع تاني تشتغل في الشركة عندهم وده كان مصير فريدة وصمر وكمان جمال من الحلقة رقم 29 من مسلسل حيرة ويا رب الفيديو يكون عجبك واشوفكو في الفيديوهات كتير من المسلسل وحبكم كل شي هواي باي باي ترجمة نانسي قنقر